تتوانى الدولة عن زيادة نسبة الانفاق المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية ذلك في إطار اهتمامها الدائم بهذا الملف والذي تضع على قمة أولوياتها الأمر الذي يترجم من خلال حرصها المستمرة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والتي وضعت من أجلها العديد من البرامج واطلقت الكثير من المبادرات تشمل برامج الحماية الاجتماعية في مصر المبادرات مثل تقديم الدعم المالي المباشر للأسر المحتاجة وتوفير فرص العمل والتدريب المهني وأيضا تحسين الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق الفقيرة وتعزيز السلامة الاجتماعية للفئات الضعيفة مثل الأيتام وكبار السن ودوي الهمم من خلال هذه البرامج بتسعى الدولة إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يعب الفائدة على جميع شرائح المجتمع مع التركيز على تحسين أوضاع الفئات الفقيرة والهشة وتوفير حياة أفضل لهم الحديث أكثر تفصيلا أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت رشاد أهلا بحضرتك أستاذ رفعت أهلا بحضرتك أستاذ رفعت أهلا بحضرتك أستاذ رفعت وبداية كيف ترى تصنيف مصر من بين الدول العشرين الأولى في العالم الأكثر انفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب آخر التصنيفات الدولية طبعا ده مؤشر إيجابي جدا ويدل على أن الدولة المصرية أعطت اهتمام كبير جدا بهذا الاتجاه اتجاه الحماية مد وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر نسبة من الأكثر احتياجا الدولة عملت العديد من المبادرات والبرامج وفي الموازنة الجديدة إن شاء الله السيد الرئيس إدى توجهات بزيادة الموازنة الخاصة بمساعدة المحتاجين أو توسية مظلة الحماية الاجتماعية الموازنة الجديدة هتزيد اللي هي 24 هتزيد بحوالي 100 أو أكتر 100 مليار أو أكتر بحيث أن هي تضاعف أو تزيد من نسبة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية في السابق وفي القادم إن شاء الله هذا يعني أن هذه النسبة الزيادة تمثل نسبة يقابلها أو يوازيها من الناتج الإجمال المحلي ده خلل الأمم المتحدة والتصنيفات الدولية تضع مصر ما بين الدولة العشرين الأكثر انفاقا على مجال الحماية الاجتماعية حيث التزمت مصر بمؤشرات الأمم المتحدة الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة ومنها هذه البرامج والمبادرات التي تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والتي تحتاج فيها فقراء إلى المساعدة وإلى الانتشالهم من الفقر ونقلهم من مرحلة العوز والمساعدة إلى مرحلة قوى عاملة وطاقات تضيف إلى المجتمع ويمكن هذه المبادرات الحماية الاجتماعية أستاذ رفعت مساعدت محدود الدخل في اجتياز عديد من الأزمات مر بها العالم يعني أزمة كورونا التداعيات الاقتصادية العالمية بعد ذلك فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية على سبيل المثال كل هذه المبادرات سهمت في الحفاظ على هذه الشرائح كان في نوع من المبادرة من جانب الدولة والأسبقية للأحداث بحيث أنها جهزت هذه البرامج بقدر ما تستطيع طبعا لأن الظروف الاقتصادية كانت صعبة على مصر في الفترات الماضية وبالتالي هذه البرامج خففت من حدة الكورونا ومن حدة الحرب الروسية بنسبة معقولة أو بنسبة كبيرة ده أيضا خلى المواطنين يسقوا في أن دولة رعاهم وأنهم في صف الدولة في مواجهة أي مشاكل خاصة بالبرامج الإصلاح الاقتصادي أو غيره مقدرين ما تقوم به من جهود لإصلاح الأحوال وتحسين حياتهم المعاشية وما فيه شك أن البنية التحتية التكنولوجية اللي عملتها الدولة سهمت كثيرا في نجاح عمليات الحماية الاجتماعية لأنه في هذه الحالة وصلت المساعدات إلى مستحقيها ده أكيد لأنه كنا زمان مثلا نقول اللي بياخد شقة ممكن ياخد شقة ثلاثة واللي بياخد حاجات من التموين ياخدها من أكتر من جمعية لا دلوقتي فيه بيانات على الكمبيوتر وده بيساعد على أنه تكتشف إذا يعني كتب اسم أي حد في أصوان يعرفه اللي في اسكندرية والعكس وهكذا حيث أنه الدعم يصل إلى مستحقيه فعلا القصة كانت يعني فيها شوية إفراط في التسهيل أو حاجات زي كده لكن دلوقتي أصبح المواطن المستحق بالورقة والألم بالأرقام من حيث المرتب من حيث الدخل من حيث الإمكانيات والسروات اللي معاه أو الممتلكات اللي معاه وبالتالي يصل الدعم إلى مستحقيه وهذا أمر جيد جدا لأنه في الآخر لما يصل الدعم المستحقيه يعلو أو يتحسن مستوى هذا المواطن وبالتالي نسبة المستفيدين تكون أكثر بكثير مما لو كان آه يعني توفير هذه البنية وصل الدعم المستحقي لأنه يمكن كان في السابق فيه أزمنة أخرى لم يكن يصل الدعم إلى مستحقيه بل في معظمه كان يذهب إلى أناس آخرين يمكن ما يستحقوش الدعم ده يا أستاذ الرحاعة بالضبط مظبوط تماما ده كلام مظبوط لأنه الآن أصبح من الصعب أن حد ما ياخدش أو ياخد هو مش مستحق والعكس صحيح